في إطار متابعتنا اليومية لكل ما يحدث من استعدادات في شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ خلونا نروح دلوقتي مرة تانية لشرم الشيخ ونتابع آخر الاستعدادات اللي بتتم الاستضافة هذا المؤتمر في نوفمبر اللي جاي مع زميلنا رامي محمد صباح الخير عليك يا رامي الصباح الخير عليك شازلي صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر من مدينة السلام والأمل شرم الشيخ وآخر الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 بنتكلم عن مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة اللمسات الأخيرة والاستعدادات والترتيبات النهائية لاستقبال المؤتمر في أكتر من 30 مشروع ما بين مشروعات جديدة إنشاء جديد ومشروعات أيضا رفع كفاءة وتطوير ومنها الموقع المتواجد فيه النهاردة النهاردة في إحدى المحطات اللي هتنطلق منها أول مرة في شرم الشيخ هذه الحافلات والعربات الخاصة بالنظافة والتجميل موجودة هنا لفصل المخلفات والنفيات الصلبة وكمان بنتكلم على مجهزة للدخول فيه أكثر من موقع سواء الممش السياحي أو كمان الطرق الرئيسية وغيرها هنقترب أكثر من هذه الدفعة من العربات الجديدة ولأول مرة في شرم الشيخ عربات صديقة للبيئة بتستخدم الطاقة النظيفة كمان خضراء للمحافظة على شكل المدينة الأخضر لأنها ستصبح شرم الشيخ أول مدينة خضراء في مصر نتحدث كمان عن تفاصيل أكثر لهذا الأمر بترحيبي بضيف الكريم الأستاذ حمدي عبد الحميد مدير إدارة النظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ برحب بك يا فندي مصباح الخير أهلاً أهلاً صباح الخير يا فندي مناورين شرم الشيخ أستاذ حمدي خلنا نتكلم عن الدفعة الأولى والجديدة للحافلات الخاصة بالنظافة والتجميل وللأول مرة في شرم الشيخ وصديقة للبيئة أيضاً تمام يا فندي في عندنا حضرتك بالنسبة للمدينة المدينة نفسها كمان موجودة هنا على الخريطة عندنا في عندنا أطوال شوارع فيها أطوال زي شارع السلام الطريق الأوسط الطريق الدائري فمحتاج معدات بنوع خاص وفي عندنا كمان معدات خاصة بالأماكن اللي هي ما فيش فيها أماكن واسعة زي السوقي التجاري زي المشاية اللي هي موجودة في خليج نعمة ففيه أماكن في مُعدات لكدة ومُعدات شغالة في الجزء الثاني اللي هو رفع المخلفات عن طريق المكابس عن طريق المكانس وبالتالي إحنا عندنا الوقتى في عمالة موجودة معنا كمان في المدينة فبندخل العربات اللي هي القهرابة الصغيرة دي بندخلها في الأماكن اللي هي دائئة اللي ما يقولش فيها معدة كبيرة طبعا كل الكلام ده حضرتك كهرباء عشان تبقى صديقها للبيئة ما عندناش حاجة شغاله خلص عشان المحروقات طبعا المدينة مدينة خضرة كل ده لبصلحة الكب وده تعلمية القادة السياسية وفيه موجود معانا سيدة لواء خالد محافظ جنوب سينة طبعا معاتهم ورك كامل يعني فالحمد لله احنا من فضل ربنا معانا جزء من المعدات الكبيرة اللي تقدر توصلنا لنقطة كويسة اوي ونعمل مؤتمر جميل يتحكى بيه كل العالم ان شاء الله بإذن الرحمن يعني أستاذ حمدي وإحنا بنتكلم عن الحفلات المميز في هذه الحفلات الصديقة للبيئة الخضراء كمان إنها لأول مرة في مدينة شرم الشيخ هل كانت مواصفات ومعايير خاصة بطبيعة المدينة؟ أكيد طبعا يعني لما اخترنا المعدات اخترنا بمواصفات ومعايير خاصة بحيث إنه بتبقاش لسولر ولا يبقى عندنا محروقات بالنسبة للسيارة فهي كده كده بالتالي بتشحن كهرباء بتخش بالسيارة في المكان اللي هو مش متاح ليه سيارة كبيرة عندي قبل كده في الشارع الطوال اللي هي المسافات الطويلة عندي كمان عربيات كنس الأول برجع بعد عربات الكنس كمان فيه عندي عربات غسل أرصفة وفيه عندي كمان عربيات بترفع المخلفات عن طريق محطة وسيطة بتستوعب بتستوعب 70 طن فيه عندي مكابس كمان موجودة بالنسبة لي بترفع 20 طن كمان بالنسبة للشغل اللي موجود في مدينة شرم الشيخ فيه عند جزء مميز وخاص جدا 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 بقعة المؤتمرات والبلوزون والجريزون دي لها مواصفات خاصة بالنسبة للمعدات بالنسبة للأفراد اللي موجودة عشان في النهاية بقى في الآخر نطلع منتج كويس خاص في مدينة شرم الشيخ والوفود اللي موجودة ان شاء الله تلاقي حاجة مميزة وحاجة جميلة بإذن الرحمة علينا كمان ننتقل لموضوع آخر وهي نقطة الانطلاق هل بيتم اختيار مواقع في مناطق حيوية مهمة جدا لانطلاق الحفلية دي وتكون بالقرب من أي موضع مهم قاعة المؤتمرات وغيرها؟ تمام كده تمام بإحنا بنختار مكان استراتيجي قريب من الحدث نفسه فأنا الوقت بالنسبة للباركنج اللي موجودين فيه حاليا دلوقتي أنا حضرتك عشان أحرك نقطة انطلاق راحة قاعة المؤتمرات بتبقى حوالي خمسة دقيقة من المكان اللي أنا موجود فيه نفس الاتجاه التاني أنا على شمال عندي كمان قطعين مهمين جدا عندي المشاية وعندي السوق التجاري دول مكان حي وبرضو بالنسبة للناس اللي موجودة فبقدر أحرك المعدات الموجودة والمتاحة بالنسبة للمساحة اللي موجودة في كل القطعين اللي موجودين بس أنا اخترنا المكان ده مكان استراتيجي بالتنسيق مع الشركات وبالتنسيق مع أساة لو محمود السلية فعشان حضرتك ننقل الحاجة دي تروح قاعة المؤتمرات وقت الكوب ما ناخدش وقت وما ناخدش مساحة وما ناخدش مسافة ودي كان اختيار بتوفيق من ربنا الحمد لله خليني أسأل برضو عن خطة التشغيل الخاصة بالمعدات هل هناك نوعية خاصة في المعدات في الممشاة في المناطق يمكن الأكثر ضيقا الشوارع الرئيسية بالفعل عندي معدات خاصة بالأماكن اللي هي فيها جست أو فيها يعني ناس موجودين كتير في نفس الأماكن دي وفي عندي كمان شغل بالنسبة لقاعة المؤتمرات وده الأهم بالنسبة لنا والمدينة طبعا كلها أهم أنا عندي حاجات بتتحرك ليلي وعند حاجات بتشتغل عندي نهاري يعني عندي جزء يشتغل ليلي وجزء يشتغل نهاري حسب الوقت اللي موجود أو المتاح بالنسبة لي وعند جزء تاني بتحرك في الأماكن اللي هي الخالية مفيش فيها تعارض بالنسبة للمؤتمر أو لقاعات المؤتمر بشتغل فيها ديب عندي أريحية شوية عندي تلع شوارع طوالي اللي هو شارع السلام وعند الأوسط وعند للدائري فأنا عندي بالنسبة للمكانس معينة ومكابس معينة بتبقى في الخلال اليوم على مدار اليوم لأربعة عشرين ساعة متوسطين مفيش عندنا لابريك ولا رستو خالص بالمرة علشان نوصل المنتج اللي معانا أو نوصل المؤتمر لنقطة كواسة إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن برضو الحافلات فكرة تدريب العمالة وإن العمالة أصبحت الآن بقى فيه رفعات جديدة كمان من العمالة انضمت لكم تدريبهم على فصل المخالفات من المنبع وكمان ده اللي بتوفره هذه الحافلات الجديدة تمام يا فنم كده احنا عندنا العمال اللي موجودة حاليا في الشارع أو العمال اللي موجودة داخل مدينة شرم الشيخ عامل متكامل إمتى حضرتها كيركب معدة وإمتى لو احتاجتوا ينزل الشارع وإمتى لو احتاجتوا موجود بالنسبة للفصل المنبع فده موجود وده خد وقت وخد موجود بالنسبة لتدريب العمال وعندنا شركة متخصصة في العمالة اللي موجودة دي فإحنا إن شاء الله بإذن الرحمن يعني عندنا الأماكن الدقيقة لها ناس معينة عندنا المكان خلف قاعة المؤتمرات له برضو أشخاص معينة عندنا المكان أمام قاعة المؤتمرات اللي هو الجرينزون برضو ناس معينة بالمعدات المعينة عشان يبقى عنده حاجة متكاملة عنده معدة وعندي عامل مضرب تماما علشان في الآخر يطلع المنتج كويس بالنسبة لكوب إن شاء الله عدد الحافلات الخاصة بالدفع الأولى والدفعات المقبلة كمان الوقت الحالي عندي فوق العشرين معدة وإن شاء الله بإذن الرحمن في القريب العاجل خلال يومين أو ثلاثة أو خمسة بالكتير يكون عندي كمان خمستاشر معدة يبقى أنا باتكلم في توتا الإجمالي فوق الأربعين معدة خاصة بمدينة شارم الشيخ أستاذ حمدي عبد الحميد مدير إدارة النظافة والتجميل بمدينة شارم الشيخ بشكرك على التواجد معنا بشكر حضرتك ونورتونا ولازم إن شاء الله بإذن الرحمن تبقى مدينة شارم الشيخ مدينة السلام أعمل حاجة كويسة أوي واللي تم ده كلاته ده توم وورك مش موضوع الشخص ولا حد خالص بالمرة يبدأ من معالي الوزير والناس اللي موجودة جنبينا أو الناس اللي موجودة معنا برؤوسات قطاعات بالعمال اللي موجودة فانتو شرفتونا للمرة التانية وإن شاء الله نلاقي حاجة كويسة بإذن الرحمن إن شاء الله شرفتونا بتوفية فاني إن شاء الله كما تابعنا يمكن في الكثير من المجالات والمناحي والمواقع العمل هنا دون توقف دخلنا في مرحلة اللمسات الأخيرة وترتبات النهائية لاستقبال مؤتمر المناخ كمان بنتكلم على تطوير لأكثر من 15 ميدان بنتكلم على كمان 260 حافلة أوتوبيسات صديقة للبيئة خضراء ذاكية بنتكلم على مجلس المدينة أيضا بيعد واللمسات الأخيرة لأيضا استقبال مؤتمر المناخ ويكون واجهها لشرم الشيخ بنتكلم على أكبر محطة طاقة الشمسية الكثير والكثير من المشروعات الجديدة ورفع الكفاءة وتطوير والممشي السياحي الجديد شرم الشيخ بالفعل استعدت بكامل أجهزتها وأيضا بكامل مواقعها لإستقبال مؤتمر المناخ كوب 27 عودة لكم مرة آخر كل شكر ليك يا رامي طبعا على كل هذه التفاصيل ونحن مستمرون مع حضراتكم طبعا في رصد كل ما يحدث على أرض شرم الشيخ الحين إن شاء الله استقبال هذا المؤتمر وهذا الحدث الدولي المهم